وعقب افتتاحه مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي بمحور الضبعة قام رئيس السيسي بجولة تفقدية للمشروع استمع خلالها لشرح تفصلي حول مكونات مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي ومراحل تنفيذه موسيقى عشان نزع الستين ألف فدان دول وحطوهم على خريطة الإنتاجة دكتور مصطفى ما كانش ممكن قدام خيار غير كده على موضوع تآكل الأراضي الزراعية والبناء عليها من جانب أهلنا فكان لابد أن دولة تخش عشان تعمل إنتاج إضافي وبديل للأراضي اللي اتاخدت وإلا يبقى حنبص لقنا بعد شوية نتيجة التعدي اللي حصل خلال سن اللي فاتت بقى حجم الأراضي تآكل بشكل كبير حجم النمو اللي موجود في النمو السكاني لا يتناسب مع حجم النمو اللي الدولة بتعمله ده على مدى السنين اللي فاتوا فحصل فجوة حصل عجز فرق كان لابد أن إحنا نشتغل عليه الكلام اللي بنعمله ده تكلفه ضخمة جدا لما اخترنا المكان ده بنسوي في المينيا كان من ضمن الكلام اللي فيها إن الدراسات كان بتقول إن المناطق دي أو المحافظتين دول من أكثر المحافظات الأكثر احتياجة طب أنا يعني الأكثر احتياجة نعمل لهم إيه أعمل لك فرص عمل تيجي تشتغل هنا ترجع لبيتك آخر اليوم بقرشين تصرف على البيت ولا سيبك أكثر احتياجة فالهدف مش بس إن أنا ألبي طلب كمان أوفر فرص عمل خاصة لو قدرت إن أنا أعمل كمان معها تصنيع الزراعة ما أنا افتحدي إن أنا ألبي لكم هو ألبي البلدي وأهلي وناسي وطالبهم وحعرف بفضل الله إزاي أعملني مش عارفت أنا عرفت وبجري عليك